حدودية هكذا تبدو مدينة روسو مع بداية فصل الخريف شوارع نظيفة في بعض الأماكن ومستنقعات وقمامات في بعضها الآخر أمام هذا الواقع يطالب السكان بتكثيف جهود النظافة لأن لا تتفاقم المظاهر التي لا تليق بالمدينة خاصة مع موسم الأمطار بالنسبة للنظافة هنا على مقاطعة تريكوارب تشكل بعض مسألتين من ناحية الأولى عن الشعب ما هم ساهم والبلدية مساهمة من 60% عاد في نفس الوقت ذنب الوسخ في كل الأرض ذنب الواعي عاد خارقة في النظافة هنا على مستوى القوارب يغير عاد المشكلة هنا يجبروها هذا وصمه هنا دائما لا في زمن الخريف شاكر البلدية حتى في النظافة القوارب كل وقت يبالوا يكفضوا الوسخ الحمد لله وجانا قراد يارات يكرطوا كامل كل كرسية ملي عندهم في سلات بلاية الحمد لله كل نهار ينظفوا كامل بتبارك الله مشاء الله البلدية نشتقلوا يالتو نحنا مواطنين نعاونوا في شقر يالتو نحنا ملي نكفضوا نساعدهم نساعدهم باش نجمعهم بالت عند قد قدام ديارنا يجوا هما يرفضوا عنا بينما نصاقلوا نحنا نحنا هما ما قد يعاونونا بالسقر ساكنوا في سكرتية المربض نعانوا منو لوسخ قلت النوافة والبرايق وماللي يباقيarium نباقيهم منهم مطروحة عندنا ماذا يناس الزلد لنحنا فيه بعد لا يكون بريقة مطروحة المواطنيين ياليا يتعاونوا لبراية حول كانت nämوافق ياليا بلذي لا ينطرحوا ياليا المواطنين إنهم يتنبوا ليقبوا مباليت لم ي筋شوا مع الشاشر للا مانتوا مع الشاشر يجوز من الصبائع يتعاون مع البلاد وياليا يتحر رسالتين المواطنين يتعاونوا في الوساخ ويتعاونوا مع أهل البلدية ويتعاونوا في الوساخ ويتعاونوا حتى يوصلوا إلى الناس المقر الدشرة لا يبالوا على الشارع بالنسبة للبلاد الساكنين الأقبال اللي هي الدشرة كنشتقال فيها هم ما شاء الله هؤلاء شوارع كامي مصقلها تبارك الله معا فيهم واسخة وبالنسبة للمناطق الأخرى ما نتكلم اللي نتكلم لا لي البلاد الساكنين فيها قطعانها نظيفهم ما شاء الله كله نهارت بارك الله يجوفهم شوهم ويأخذنا إنارها في ذين راتشوات وماشين لقليات والرجالة وغطعنا ذلك نظيف كان ما شاء الله وبالنسبة للمناطق الأخرى ما كانت الساكنين هنا ما نساكن هنا عمال بلدية روسو يقومون برفع حاوية القمامة بعد امتلائها كما يحصل مع كل الحاويات الأخرى في أوساط المدينة جهود من ضمن أخرى تباشرها البلدية في الميدان لنظافة المدينة جبنا وتات كبار ينقال لهم لزام بيرول هذا وتات ميكانيكية عندهم محوال كل واحدة منهم ساعتها ست متر مكعب وقسمناهم على جميع مناطق القوارب وطرحناهم ياك المواطنين يستجابوا معنا يديروا لنا النبايات لنقر هذا الكماية وعندنا 14 وتسقيرة ينقال لهم تري سيكل معروفين هون بواو وهذا يجوبوا جميع الأحياء لزقة ضيقة يقبضوا لوساخ ويعود كامل مواكب ملي بتبالي العليات عندنا 30 امرأة هي التي تبالي الشوارع الرسمية والشوارع الداخلية للمدينة نحن نظرك حالا متباركين مع حملة فتنا قلعنا ديق سطارة وقلعنا ديق جربل ومتباركين مع فيلاج ونجربل وهذا في الحقيقة فتنا لحقنا اليوم خمسمية واربعة وثلاثين طون من المبالي تمرقناه من الدشرة معناه بالنقاس المكة بالأولي البلدية وحدها ما تقدر تقوم بها كامل يغار نختاروا المواطنين اللي عدوا قايمين معنا ويتموا يديروا المبالي في الحاويات والله يديروا في الزازو عندنا ينقالوا ديساكا بوبل نقسموهم سيرتوا على المرص طالبين هالمرص أنه نقسموا عليهم لمنع تكاثر البعوض وانتشار أمراض الخريف تحتاج المدينة إلى تعاون السكان مع السلطات المعنية لتكثيف جهود النظافة من أجل روسو مدينة النظيفة ميمونة ممدوجة قناة الموريتانية روسو